في الأستوديو القيادي في حركة مجتمع السلم نعمال لعور صباح الخير مرحبا بك معنا كيف حوالك الحمد لله اليوم موعد الحسم هكذا في بيت حمس نبدأ من اختيار رئيس الحزب وقبل ذلك تحدث بإجاز عن المؤتمر الاستثنائي السابع كيف سارت الأمور لحد البارحة عرض التقريرين المالي والأدبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم البداية نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة واهتمامكم بمجريات المؤتمر للحركة رغم أن نتكلم كعوض في هذا المؤتمر ليس قناتقون رسمي إلا أنه الأعمال سارت بطريقة طبيعية ويعتبر هذا هو المؤتمر السابع للحركة ونحن على كل حال حركة ديمقراطية يعود الفصل فيها في النهاية إلى المندوبين المنتخبون على المستوى المحلي وبالتالي على كل حال بالأمس كانت عرض التقارير وهو تقرير العهد السابقة لمدة خمس سنوات وهو تقرير مالي والأدبي وكذلك كانت هناك مناقشات للقانون الأساسي للحركة تقييمكم للعهد السابقة وأنت كنت رجل فاعل في هذه العهد خاصة على مستوى البرلمان فعلا على كل حال هو تقييم العهد دائما لما نأتي إلى التقييم هو لابد أن يتم وفق الأهداف المسطرة ابتداءا وبعد انتهاء المدة المحددة نأتي إلى التقييم هل حققنا الأهداف أم نحقق الأهداف وكما تعلمون أن الوضع السياسي في الجزائر وضع غير مستقر وبالتالي فنحن نعمل مع المتغيرات الدائمة وليس المتغيرات الثابت وليس هناك ثبوت في العملية السياسية وبالتالي على كل حال شيء طبيعي أن لكل عهدت لها إيجابياتها وعليها سلبياتها وأعتقد في العموم أن المرحلة الماضية كانت مقبولة والدليل على ذلك أن المندوبين بالأمس قد صوتوا على التقرير بالتصويت الإيجابي على التقرير المالي وتقرير الأدبي لو كانت العهدة سلبية ما كذلك يصوت عليها بالإيجاب الكثير من المتتبعين والمحللين السياسيين تحدثوا خلال هذه الأيام الأخيرة على أن حركة مجتمع السلم تحاول تموقع من جديد تحاول تقرب للسلطة مرة أخرى هل ذلك صحيح؟ هل سيقول اتجاه الحركة من خلال ما سيفرزه صندوق اليوم وانتخاب المندوبين للمواصلة في المعارضة أم تقرب أكثر من السلطة؟ والله على كلها نحن بالنسبة لما نتكلم عن السياسة تواجد في الحكم هو عبارة عن وسيلة وليست غاية التواجد في السلطة سوى في الحكومة بالدرجة بصفة خاصة هذه ليس غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق أهداف الحركة ونحن على كل حال نعتبر دائما أن المشاركة السياسية هذا ثابت من ثوابت الحركة وأنها تشتغل فيه منذ تأسيسها إلا أن المشاركة في الحكومة لدينا نحن الآن كحرك مجتمع السلم لدينا تجربة تجربة أننا شاركنا في السلطة في إطار وفي إطار تحالف رئاسي وشاركنا كذلك في المعارضة في إطار الانتقال الديمقراطي فبالتالي لدينا الآن تجربة يمكن أن نقول تجربة والقلائل من الحزاب من لها تجربة في هذا الاتجاه لأننا إما نجده أنه في الموالات الدائمة وإما أنه في المعارضة الدائمة تعتبرونه تجربة وليس تلون؟ لا أبدا أبدا نحن بالنسبة لنا نعتبره تجربة والمطلوب أن نأخذ التجارب لأن في نهاية الأمر أنت تتعامل مع متغيرات ولا تتعامل مع شيء ثابت وماذا تقول للذين البعض من المحللين يقولوا على الحزب السياسي أنه يكون ثابت على موقفه وعلى مبادئه كيف يكون في السلطة لأيام ويكون في المعارضة لأيام أخرى هيا حتى نوضح الحزب يكون ثابت على مبادئه وقيمه نعم أما الموقف من التواجد من عدمه فهذا متغير وليس ثابت وليس مبدأ ليس المبدأ تقول لي أنا من من المبدأ أن أكون متواجد في السلطة هذا ليس مبدأ وإنما هذا متغير من المتغيرات قد تكون الظروف مواتية تشارك فيها وقد تكون الظروف غير مواتية ونحن قد شاركنا في وضع حتى أن نكون في الصورة نذكر في بعض الأحيان أننا شاركنا في السلطة لما كانت ضعيفة وخرجنا منها لما كانت قوية لما كانت عندها من الميزانية ما تعرفونه لما كانت في بحبوحة مالية ولم نكن في السلطة وبحق المال ليس لديها كنا خرجنا من الحكومة وهي تملك بحبوحة مالية وهنا نعطيك الفكرة حتى تبين لو كان الغاية منها هي أهداف ذاتية ما كنا لنخرج في هذه المرحلة بحكم أن الأموال موجودة وتسير سهل لكن كنا متواجدين يومما كانت الأمر صعب وبالتالي نحن بالنسبة لنا قراءتنا للوضع أن التواجد في الحكومة هي وسيلة وليست غاية وبالتالي دائما نبحث على مصلحة الدولة الجزائرية بصفة عامة بدرجة العلوات وما بعد ذلك بمساطة الحركة سيد نعم العور هل خسر حزب حركة مجتمع السلم منذ خروجه من الحكومة؟ هو على كل حال يمكن نقول خسر أم لم يخسر هو باش نقدر نقول خسر طبعا هناك مواقع قد خسرها وهي مرتبطة بالسلطة شيء طبيعي لكن بالمقابل أنها ربح مواقع أخرى وتموقع مرة أخرى على مستوى الشعب وبالتالي نجد أنفسنا ولماذا قلت لك بأن هذه تعتبر بالنسبة لنا تجربة؟ جربنا المرحلة الأولى وكنا نعتقد حتى تكون صادق معك كنا نعتقد نحن أن تواجدنا في السلطة هو من أسباب ضعفنا لأننا ليس لدينا من نرفض التزوير وحتى السلطة في الانتخابات تزور لأحزابها وإنما نحن كنا دائما ضحية لكن أنت تقول أننا لم نخسر على مستوى الشعب لكن في الانتخابات المحلية على الأقل انتخابات تشريعية نجد أن حركة المجتمع السلم منذ خروجها من الحكومة وهي في تراجع في هذه الانتخابات هو شوف لو نحسب لكن هناك أسباب أخرى على كل حال يمكن أن نقول أن هناك أسباب أدت إلى نوع من التراجع ليس لسبب خروج من الحكومة وإنما بأسباب الاختلافات التي حدثت منها الانشقاق الذي حدث في مرحلة الماء وليس فقط هي مرتبطة بالتوجب في الحكومة من عدمه فيما يخص هذا الانشقاق نصل الآن لقضية مقرئ أبو جرى سلطاني يعني واحد يكون في المعارضة والآخر يحب يعود يرجع لعباءة السلطة كيف تسير التكهنات في بيت حركة المجتمع السلم خاصة فيما يخص رئيس الحركة وفي أخبار على أنه ستكون أنت كذلك مترشح والله لكل حال حتى أقول كيف تقول هل صحيح تترشح يعني تكون مترشح؟ أنا حسنت أمري بالأمس ليلا بأنني لا أترشح كنت فعلا من الناس المطروحين للترشح وكانت هناك كثير من المضادلين يدعونني لكن بالأمس قررت لا أترشح لإعتبارات خاصة لوضع صحي ووضعيتي العائلة الخاصة وبالتالي لا أستطيع أن أترشح لآسة الحركة وقد ربما أكون في مواقع أخرى لكن دعني أقول نحن بالنسبة لنا في حركة مجتمع السلم هي حركة مؤسسات ولما أقول حركة مؤسسات هي حركة ديمقراطية وسيفصل الصندوق والصندوق سيد في نهاية الأمر وسيتعامل بالصندوق الشفاف والذي اختاره والذي اختاره حتى لا أقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق مقري أو الأستاذ أبو جرى سلطاني أو الأستاذ عبد المجيد ما سفهم كلهم إخواننا ربما هناك اختلافات في جزئيات لأن أي رئيس يكون المطلوب منه ماذا يفعل هو أن يطبق البرنامج السياسي الذي صادق عليه المؤتمرون وبالتالي ليس لهم خيار ماذا يفعلون وإنما ملزمون بأن يتقيدوا بالبرنامج السياسي الذي يصادق عليه المؤتمر وبالتالي يعني الأمر بيد المندوبين هم اللي قرروا مصير الحركة بالضرط بالنسبة لنا ليس هناك من أقول بالنسبة لناك حركة حركة هي حركة مستقلة ولا تسير بالتليكوموند وإنما هي حركة تتخذ قراراتها في مؤسساتها وبالتالي لا يستطيع أن يقول يؤثر زيد أو عمر على القرارات الذي يتخذ القرارات في نهاية العمر هم المندوبون منتخابون على مستوى المحلي وهما الذين سوف يقررون في هذه الأمسية من يختارون رئيسا للحركة لمدة خمس سنوات أخرى لو نضع افتراضات لو عاد أبو جرى سلطاني على رأس الحركة ونعلم توجه أبو جرى سلطاني الذي يريد العودة لحضن السلطة ونعلم أنه فيه معارضة كبيرة لهذا الرجل داخل الحركة كيف سيكون توجه تحت عباءة أبو جرى سلطاني أهوذك الآن هل سيرضى النصف الكبير الذي يريد يبقى في المعارضة بحكم أبو جرى سلطاني لا هو أنظر على كل حال لما نتكلم عن الرجل سواء تكلمت عن أستاذ أبو جرى سلطاني حفظه الله نحن بالنسبة لنا نتكلم هناك الآن إذا كان إخوانه قد يختاره لرئاس الحركة وإذا طر الشح وقد لا يطر الشح نضع في تكاؤنات نعم دعني أقول في حالة ما إذا طر الشح واختاره إخوانه المطلوب من الجميع يلتزم هذه لا بد أن نحترم الإرادة إرادة المندوبين في نهاية الأمر إرادة المندوبين هي التي تقرر من تختار والمطلوب من الباقية بعد ما يقرر المندوب من يختاره المطلوب من الباقية والالتزام وبأي طريقة إن كانت إلا تشبه من لا معنى الديمقراطية داخل الحزب في الأخير كيف تتوقع أستاذ نعمال العور مستقبل الحركة حركة المجتمع السلم بعد هذا المؤتمر السيدنا السابع على الأقل لا هي بالنسبة للذي نقول أن هذا المؤتمر مر في هدوء وهذه مؤشر من المؤشرات الإيجابية التي نقول أنها قد سوف تستمر إن شاء الله وستكون وهذه بيئة مناسبة الهدوء هي بيئة مناسبة للاستمرار والاستقرار ولهذا أعتقد أنه المرحلة القادمة إن شاء الله ستكون انطلاقا من التجارب التي مرت علينا ستكون إن شاء الله أكثر أو تكون فيها إضافات جديدة إن شاء الله للحركة في المجتمع